على طريق الألم يمضي هؤلاء إلى حيث لا يعلمون وجهة علّها تكون أكثر أمناً في اعتقادهم من جبروت ميليشيات الحوثي التي سعت إلى احتلال منازلهم وتدميرها واتخاذها مكاناً لتمترس مقاتليها فاختاروا طريق المجهول ولبسعاد عن جرم الحوثي مئة أسرى في قحطبة الضالع أجبرتها ميليشيات الحوثي على ترك منازلها بعد أن حولت منطقتهم إلى مناطق حرب خاصة قرى سليم وحمان والغشة والزمعري أكثر المناطق التي نزح أبناؤها من منازلهم بقوة السلاح في مسعى من الميليشيات لتحويل تلك القرى إلى ساحات حرب وهج الشمس الحارقة في هذا الصيف الملتهب وجبال تحيط بمخيمات النازحين وأرض قاحلة هي كل ما يحيط بالنازحين الذين أصبحوا بين ليلة وضحاها مشردين هاربين من الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثية الإرهابية بعد أن ساء بهم الحال وتقطعت بهم الحبال ونكلت بهم الزوايا تقارير دولية أكدت أن نحو ألفي مدني سقطوا شهداء منذ بداية العام الجاري بمحافظة الضالع عن طريق قصف وقنص وتفخيخ لمساكن المدنيين أعمال إجرامية إن دلت على شيء إنما تدل على الحقد الدفين الذي تحمله ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين الرافضين لفكرها العنصري الساعي لإعادة عجلة التاريخ إلى ماضي التخلف والرجعية شريحة النزوح تتسع يوما بعد آخر في محافظة الضالع ناهيك عن قصف وتدمير لكل منطقة تمر منها هذه الميليشيات الدموية لتبقى ملامح الدمار خير شاهد على جرم الحوثي وانتقامه من أبناء الشعب اليمني الذين أصبح غالبيتهم بين جائع ومشرد ونازح